أسيوبي أعلنت النهاردة أنها اقتربت من الانتهاء من المرحلة الأولى من بناء سد النهضة وإحنا لسه قاعدين ونقول هنحل لا بالقوة لا بالتفاوض لا بالقوة لا بالتفاوض الحقيقة موضوع سد النهضة بقى نموذج للفشل الحكومي لأن حتى الآن محدش عارف مين المسؤول عن هذا الملف ومين اللي بيديره ومين اللي ممكن نحاسبه إذا فشلنا لقدر الله ده إذا كنا حنحاسب أي مسؤول أخطأ واضح إنه ما عندناش أي نية طيب دي حكايات مسؤولي الحكومة مع سد النهضة اللي ما شاء الله كبر وبيطلع كل يوم وإحنا قاعدين نتفرج يا طرح حكايات الناس البسيطة إيه